حدثنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فتحرك الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد حثنا علي بن الحسن يعني ابن شقيق حدثنا الحسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر حثنا أسود بن عامر حدثنا زهير عن واصل ابن حبان البجلي حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول قال الكمت دواء العين وإن العجوة من فاكهة الجنة وإن هذه الحبة السوداء قال ابن بريدة يعني الشونيز الذي يكون في الملح دواء من كل داء إلا الموتى حثنا عفان حدثني معاذ بن هشامين حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقول للمنافق سيدنا فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل حثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلمين قال حدثنا أبو سيناء عن محاربي بن ديثار عن أبن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة عشرون ومائة صف منهم ثمانون من هذه الأمة وقال عفان مرة أنتم منهم ثمانون صفا حثنا زيد بن الحباب حدثني حسين حدثنا عبد الله بن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتنا بالطعام فأكلنا ثم أتنا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاوية كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا وما شيء كنت أجيد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير لباني أو إنساء حسن الحديث يحدثوني حثنا أبو نعيمين حدثنا بشير بن المهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ما إذ جاءه رجل يقال له معز بن مالك فقال يا نبي الله إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إرجع فلما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إرجع ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه فقال لهم ما تعلمون من ما عز بن مالك الأسلامي هل ترون به بأسا أو تنكرون من عقله شيء قالوا يا نبي الله ما نرى به بأسا وما ننكروا من عقله شيئا ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة فاعترف عنده بالزنا أيضا فقال فقال يا نبي الله طهرني فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه أيضا فسألهم عنه فقالوا له كما قالوا له المرة الأولى ما نرى به بأسا وما ننكروا من عقله شيئا ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة أيضا فاعترف عنده بالزنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفرنا له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه وقال بريدة كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيننا أن ما عيز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرار لم يطلبه وإنما رجمه عند الرابعة دثن الأسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل عن حارثي بن حصيرة عن أبن بريدة عن أبيه قال دخل على معاوية فإذا رجل يتكلم فقال بريدة يا معاوية فإئذن لي في الكلام فقال نعم وهو يرى أنه سيتكلم بمثل ما قال الآخر فقال بريدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة قال أفا ترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أدثن الخزاعي وهو أبو سلمة أخبرنا شريك عن أبي بكري بن أحمر اسمه جبريل عن أبن بريدة عن أبيه قال توفي يا رجل من الأزدي فلم يدع وارثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس له وارثا التمس له ذا رحمين قالا فلم يوجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدفعوه إلى أكبر خزاعة حفن الفضل بن دكال حدثنا أبن أبي غنية عن الحكم عن سعيدي بن جبير عن أبن عباس عن بريدة قال غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت علي فتنقصته فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقالا يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قلت بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير من شيء ولكنه كان إذا أراد أن يأتي امرأة سأل عن أسمها فإن كان حسنا رؤيا البشر في وجهه وإن كان قبيحا رؤيا ذلك في وجهه حسنا أبو نعيمين حدثنا بشير حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة جميعا انكدت لتسبقني حدثنا أبو نعيمين حدثنا بشير حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فناد ثلاث مرار فقالا يا أيها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم قالوا الله ورسوله أعلم قالا إنما مثلي ومثلكم مثل قومين خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراي لهم فبينما هم كذلك أبصر العدو فأقبل لينظرهم وخشيا أن يدركه العدو قبل أن ينظر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أطيتم أيها الناس أطيتم ثلاث مرار حدثنا أبو نعيمين حدثنا بشير حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته أمرأة من غامد فقالت يا نبي الله إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي فلما أن كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزينة فقالت يا رسول الله إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي فلما أن كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزينة فقالت يا نبي الله طهرني فلعلك أن تردني كما ردت فما عز ابن مالك فوالله أني لا حبل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي تلدي فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله فقالت يا نبي الله هذا قد ولدت قال فاذهبي فأرضعيه حتى تفتميه فلما فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبز قالت يا نبي الله هذا قد فطمته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفعه إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن يرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فناضح الدم على وجنة خالد فسبها فسامع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد بن الوليد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصل عليها ودفنت حسنا أبو نعيمين حدثنا بشير بن المهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلم سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة قال ثم مكث ساعة ثم قال تعلم سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهرواني يظلاني صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتاني أو غييتاني أو فرقاني من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخدى بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى وليده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذه فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا حثن أبو نعيمين حدثنا بشير بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه صغار الأعين كأن وجوههم الحجف ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العربي أما السابقة الأولى فينجو ما انهرب منهم وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض وأما الثالثة فيصطلون كلهم من بقي منهم قالوا يا نبي الله منهم قال هم الترك قال أما والذي نفس بيده ليربطن خيولهم إلى صواري مساجد المسلمين قال وكان بريدة لا يفارقه بعيراني أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء من أمراء التركي حثنا عثمان بن عمراء أخبرنا مالك عن أبن بريدة عن أبيه قال خرج بريدة عشاء فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأدخله المسجد فإذا صوت رجل يقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تراه مرائيا فأسكت بريدة فإذا رجل يدعو فقال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوء أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعيا به أجاب قال فلما كان من القابلة خرج بريدة عشاء فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأدخله المسجد المسجد فإذا صوت الرجل يقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقوله مرائيا فقال بريدة أتقوله مرائيا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل مؤمن منيب لا بل مؤمن منيب فإذا الأشعري يقرأ بصوت له في جانب المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعري أو إن عبد الله بن قيس أعطي مزمارا من مزامير داود فقلت ألا أخبره يا رسول الله قال بل فأخبره فأخبرته فقال أنت لي صديق أخبرتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث حدثنا يزيد حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن أباه غزة مع النبي صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة حدثنا معتمل عن كهمص عن أبن بريدة عن أبيه قال غزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن علق متابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين فأمر بلا لمحنا طلع الفجر فأذن ثم أمره فأقام ثم أمره فأذن حين زالت الشمس الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين غاب حاجب الشمس ثم أمره حين غاب الشفق فأقام العشاء فصل ثم أمره من الغد فأقام الفجر فأسفر بها ثم أمره فأبرد بالظهر فأنعمى أن يبرد بها ثم صل العصر والشمس بيضاء أخرها فوق ذلك الذي كان أمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل الليل ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال الرجل أنا يا رسول الله فقال وقت صلاتكم بين ما رأيتم حسن إسحاق بن يوسف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن امرأة آتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت وإنها رجعت إلي في الميراث قال آجرك الله ورد عليك في الميراث قالت فإن أمي ماتت ولم تحج فيجزئها أن أحج عنها قال نعم قالت فإن أمي كان عليها صوم شهر فيجزئها أن أصوم عنها قال نعم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مليح قال كنا مع بريدة في غزاة في يومين ذي جيمين فقال بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله حثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار يعني ابن مرة أبو سناء عن محاربي بن ديثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاث فأمسكوها ما بدلاكم ونهيتكم عن النبي ذي إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي مليح عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مولة قال بينما أنا أسير بالأهواز إذا أنا برجل يسير بين يدي على بغل أو بغلة فإذا هو يقول اللهم ذهب قرني من هذه الأمة فألحقني بهم فقلت وأنا فأدخل في دعوتك قال وصاحبي هذا أن أراد ذلك ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني منهم ثم الذين يلونهم قال ولا أدري أذكر الثالثة أمل ثم تخلف أقوام يظهر فيهم السمن يهريقون الشهادة ولا يسألونها قال وإذا هو بريدة الأسلامي حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن سعيدي بن عبيدة عن أبن بريدة عن أبيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صرية قال لما قدمنا قال كيف رأيتم صحابة صاحبكم قال فإما شكوته أو شكاه غيري قال فرفعت رأسي وكنت رجلا مكبابا قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أحمر وجهه قال وهو يقول من كنت وليه فعلي وليه حان أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبن بريدة عن أبيه قال أبو معاوية ولا أراه سمعه منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحي سبعين شيطانا حسن إسماعيل حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن بريدة الأسلامي قال خرجت ذات يومين لحاجة فإذا أنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين يدي فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا فإذا نحن بين أيدينا برجل يصلي يكثر الرقوع والسجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتراه يرأي فقلت الله ورسوله أعلم فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يموت بعرق الجبين حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك بن مغول حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوءا أحد فقال قد سأل الله بسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعيا به أجاب حثنا يحيى بن سعيد عن صفيان حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد يوم الفتح فقال له عمرو إنك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته حثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الجليل قال أنتهيت إلى حلقة فيها أبو مجلز وابن بريدة فقال عبد الله بن بريدة حدثني أبي بريدة قال أبغضت عليا بغضا لم يبغضه أحد قد قال وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا قال فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه عليا قال فأصبنا سبيا قال فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعث إلينا من يخمسه قال فبعث إلينا عليا وفي السبي وصيفة هي أفضل من السبي فخمس وقسم فخرج رأسه مغطا فقلنا يا أبا الحسن ما هذا قال ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي فأني قسمت وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ثم صارت في آل علي ووقعت بها قال فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ابعثني فبعثني مصدقا قال فجعت أقرأ الكتاب وأقول صدق قال فأمسك يدي والكتاب وقال أتبغض عليا قال قلت نعم قال فلا تبغضه وإن كنت تحبه فازدجه حبا فولذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة قال فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي قال عبد الله فوالذي لا إله غيرهما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير أبي بريدة حدثنا أبن نمير عن شريك حدثنا أبو ربيعة عن أبن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب من أصحابي أربعة أخبرني أنه يحبهم وأمرني أن أحبهم قال من هم يا رسول الله قال إن علي منهم وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود الكندي حدثنا مالك عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله بن قيس الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود حدثنا أبن نمير أخبرنا الأعمش عن أبي داود عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا كان له كل يومين صدقة ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يومين صدقة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال آجرك الله ورد عليك المراثة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا صالح يعني ابن حيان عن أبن بريدة عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثنين وأربعين من أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المقام وهم خلفه جلوس ينتظرونه فلما صلى أهوى فيما بينه وبين الكعبة كأنه يريد أن يأخذ شيئا ثم انصرف إلى أصحابه فثاروا وأشار إليهم بيده أن أجلسوا فجلسوا فقال رأيتموني حين فرغت من صلاة أهويت فيما بيني وبين الكعبة كأني أريد أن أخذ شيئا قالوا نعم يا رسول الله قال إن الجنة عرضت علي فلم أرى مثل ما فيها وإنها مرت بخصلة من عناب فأعجبتني فأهويت إليها لأخذها فسبقتني ولو أخذتها لغرستها بين ظهرانيكم حتى تأكلوا تأكلوا من فاكهات الجنة وأعلموا أن الكم تدواء العين وأن العجوة من فاكهات الجنة وأن هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح أعلم أنها دواء من كل داء إلا الموتى حثنا وكيع حدثنا سفيان عن علق متابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الفتح فتح مكة تتوضأ ومسح على خفيه فقال له عمر رأيتك يا رسول الله صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر حثنا وكيع حدثنا شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة حثنا وكيع حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما هما الزهروان يجيئني يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غييتان أو كأنهما فرقان من طيل صوافة جادلان عن صاحبهما حثنا وكيع حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبه أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأتها وجرك حثنا وكيع حدثنا صفيان عن علق متابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيها إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم حدثنا وكيع حدثنا صفيان عن علق متابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على صرية أو جيش أو صاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا وقال أغزو باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى أحد ثلاث خصال أو خلال فأيتهنما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم إدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم إدعوهم إلى تحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم إن هم فعلوا ذلك أن لهم للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين المهاجرين فإن أبوا اختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكونوا لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فادعوهم إلى أعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن ألها ثم قاتلهم حثنا وكيع عن سفيانا عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأن ما غمس يده في لحم خنزير ودمه ولم يسنده وكيع مرة حثنا وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالآمانة ومن خبب على أمر إن زوجته أو مملوكه فليس منا حثنا وكيع حدثنا دلهم بن صالح عن شيخ يقال له حجير بن عبد الله الكندي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلابسهما ثم توضأ ومسح عليهما حثنا يزيد حدثنا المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحب الخيل ففي الجنة خيل قال إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء إن تركب فرسا من ياقوطة حمراء تطير بك في أي الجنة شئت إلا ركبت وأتاه رجل آخر فقال يا رسول الله أفي الجنة إبل قال يا عبد الله إن يدخلك الله الجنة كان لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك حان أبو عبيدة الحدد حدثنا ثوب بن عطبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يخرج حتى يطعم ويوم النحر لا يطعم حتى يرجع حدثنا يونس حدثنا عقبة بن عبد الله الرفاعي حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته حثنا معاوية بن هشمين وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين قال معاوية في حديثه إن إن شاء الله بكم لحقون أنتم فراطون ونحن لاكم تبعون ونسأل الله لنا ولكم العافية حثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد حدثني عبد الله قال سمعت أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيف ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير حثنا زيد هو أبن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال احتبس جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا لهم حبسك قالا إن لا ندخل بيتا فيه كلب دثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل عن أبي داود الأعمى عن بريدة الخزاعي قال قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصل عليك قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجع من بعض مغازيه فقالت إني كنت نذرت أن لدك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف قالا إن كنت فعلت فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب ثم دخل عمر قال فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر أنا جالس هاهنا ودخل هؤلاء فلما أن دخلت فعلت ما فعلت حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال حسن هاشم بن القاسم حدثنا شريك عن أبي ربيعة عن أبن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قال لعلي علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة حسن زيد هو أبن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة أنت قال سمعت أبي يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاء رجل معه حمار فقال يا رسول الله أركب فتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي قال فإني قد جعته لك قال فركب حسن زيد بن الحباب حدثني الحسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة حدثني أبي بريدة قال حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصراف ولم يفتح له ثم أخذه من الغد فخرج فرجع ولم يفتح له وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له فبتنا طيبات أنفسنا أن الفتح غدا فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صل الغدات ثم قام قائما فدع باللواء والناس على مصافهم فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له قال بريدة وأنا في من تطاول لها حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأجباهها من السور حدثنا زيد بن حباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليه مقميصان أحمران يمشيان ويعثران فنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبري فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثراني فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما حتى نازيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد أخبرني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع بلالا فقالا يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قطو إلا سمعت خشخشتك أمامي إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب قلت أنا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من المسلمين من أمة محمد قلت فأنا محمد لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر فقال يا رسول الله ما كنت لأغار عليك قال وقال لبلال بما سبقتني إلى الجنة قال ما أحدثت أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا حتنا زيد بن الحباب حدثني حسين حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة يقول جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان قال صدقة عليك وعلى أصحابك قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة فرفعها فجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه يحمله فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إبسطوا فنظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهودي فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما وعلى وعلى أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيها حتى يطعم قال فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه قال عمر أنا غرستها يا رسول الله قال فنازعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غرسها فحملت من عامها حتنا زيد حدثني حسين حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة قال فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله قال النخاعة في المسجد تدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر فركعة الضحة تجزئ عنك حدثنا زيد حدثني حسين حدثني عبد الله قال سمعت أبي بريدة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول عليكم بالحبة السوداء وهي الشونيز فإن فيها شفاء حثنا بكر بن عيسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عطاء بن السائب عن أبي زهير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفقت في الحج كان نفقت في سبيل الله بسبعمائة ضعف حثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقا عن الحسن والحسين حثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا ضرار يعني ابن مرة أبو سيناء الشيباني عن محاربي بن دثار عن أبن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة عشرون ومائة صف هذه الأمة من ذلك ثمانون صفا قال أبو عبد الرحمن مات بشر بن الحريث وأبو الأحواص والهيثم بن خارجة في سنة سبع وعشرين حنى حسن بن موسى وأحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير قال أحمد بن عبد الملك في حديثه حدثنا زبايد بن الحارث اليامي وعن محاربي بن دثار عن أبن بريدة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من الف راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذريفان فقاما إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأبي والأم يقول يا رسول الله ما لك قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار وإني كنت نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فاكلوا وأمسكوا ما شئتم ونهيتكم عن الأشربة الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا حثن أبو معاوية عن ليث عن علق متابن مرثد عن أبن بوريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كفضل أمهاتهم وما من قاعد يخلف مجاهدا في أهله فيخبب في أهله إلا وقف له يوم القيامة قيل له إن هذا خانك في أهلك فخذ من عمله ما شئت قال فما ظنكم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الفراساني حدثني عبد الله بن بوريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ونهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذ فيه كل وعاء واجتنبوا كل مسكر ونهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وتزودوا وادخروا حدثنا زيد بن الحباب من كتابه حدثني حسين حدثني ابن بوريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بوريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم تركوا الصلاة فمن تركها فقد كفر حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين حدثنا عبد الله بن بوريدة قال سمعت أبي بوريدة يقول إن معاذ بن جبل يقول صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها أقتربت الساعة فقام رجل من قبلي أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولا شديدا فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه فقال إني كنت أعمل في نخل فخفت على الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل بالشمس وضحاها ونحوها من السوري حسنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بوريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الرية إلى علي بن أبي طالب يوم خيبر حسنا يحيى بن واضح أبوت ميلة أخبرني حسين بن واقد قال سمعت ابن بوريدة يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام حسنا أبوت ميلة يحيى بن واضح أخبرنا حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بوريدة عن أبيه قال رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بعض ما غزيه فجاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت أن ردك الله تعالى سالما أن أضرب على رأسك بالدف فقالا إن كنت نذرت فافعل وإلا فلقالت إني كنت نذرت قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت بالدف حسنا أبن نمير حدثني أجلح الكندي عن عبد الله بن بوريدة عن أبيه بوريدة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد فقالا إذا أتقيتم فعلي على الناس وإن أفتركتما فكل واحد منكم على جنده قال فلقين بني زيد من أهل اليمن فقتتن فظهر المسلمون على المشركين فقتن المقاتلة وسبين ذرية فاصطف علي أمرأة من السبي لنفسه قال بوريدة فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخبره بذلك فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم دفعت الكتاب فقرئ عليه فرأيت الغضب الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا مكان العائذ بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعت ما أرسلت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع فعلي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي وإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي أطرت خالد بن والد للرد العنون دال كهكر نبي كرميم كرميم صلى العل وسلم كاف خدمة ميم ألف كاف خط الكهاجس ميم ن الصين مطلع كاف ألف ألفتها أور وخط مجه دال كربهجيم دال ألف ميم بار نوبوت ميم حاضر وأور خط شين كاف ألف أور خط شين كاف ألف نبكر ميم صلى العل وسلم كو خط كرسنا ألف ألف ميم نون نبكر ميم صلى العل وسلم كاف رو نور رس كاف أثار ذلك ميم نون عرض كاف ألف أرسول الميم الكاف نميم أتاو ألف ممدودة نون مجه ألف كاف آدم كاف ساته بهجاتها أور مجه اس كاف أطاعت كحكم دال ألف تها ميم نون اس غامي راء عمل كاف ألف نبكر ميم صلى العل وسلم نون فرمان ألف تم مع الكاف متعلق كس غلطا في ميم ناو مجه السين أور ميم السين وأور وميم راء بعدة مؤرى محبوب جمل دو مرتب فرمان ألف حثن أسود بن عامر أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن أبن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني الله عز وجل بحب أربعة من أصحابي أرى شريكا قال وأخبرني أنه يحبهم علي منهم وأبو ذر وسلمان والمقداد الكندي حثنا يعقب بن إبراهيم حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل أنه حدث عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه بريدة بن حصيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها فإنا في زيارتها عيضة وعبرة ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا ونهيتكم عن النبي ذي في هذه الأسقية فاشربوا ولا تشربوا حراما حثنا مؤمل حدثنا سفيان عن علق متابن مرثد عن أبن بريدة عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور وعن لحوم الأضاحي أن تحبس فوق ثلاث وعن الأوعية ونهيتكم عن لحوم الأضاحي ليوسع ذو الساعة على من لا ساعة له فكلوا وادخروا ونهيتكم عن زيارة القبور وإن محمدا قد أذنا له في زيارة قبر أمه ونهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحرم شيئا ولا تحله وكل مسكر حرام حدثنا حسين بن محمد حدثنا أيوب بن جابر عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمني عن ابن بريدة عن أبيه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودانا قال مكانكم حتى آتيكم فانطلقا ثم جاءنا وهو سقيم فقالا إني أتيت قبر أم محمد فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيامين فكلوا وأمسكوا ما بدلاكم ونهيتكم عن هذه الأشربة في هذه الأوعية فاشربوا فيما بدلاكم حدثنا الحسن بن يحيى من أهل مر وحدثنا أوصو بن عبد الله بن بريدة قال أخبراني أخي سهل بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعض بعوث كثيرة فكونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مروى فإنه بنا هذا القرنين ودعا لها بالبركة ولا يضر أهلها سوء حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يترف ليس منا قالها ثلاثا حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا موسى بن أعينا عن ليث عن علق متابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ما أسلموا عليه من أراضيهم ورقيقهم وماشيتهم وليس عليهم فيه إلا الصدقة حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن أبي إسحاق وأبي ربيعة الإيدي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة حنا بهز حدثنا مثن بن سعيد عن قتادة عن أبن بريدة عن أبيه أنه كان بخراسان فعد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعراق جبينه فقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين حنا علي بن بحر حدثنا أبوت ميلة بالمثنات يحيى بن واضح الأزدي أي أخبرني خالد بن عبيد أبو عصامين حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريبا من مكة فإذا أرض يابسة حولها رمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر حسنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي مضرة عن عبد الله بن مولة قال كنت أسير مع بريدة الأسلمي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير هذه الأمة القرن الذين بعثت أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم وقال عفان مرة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن علق متاب بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما يغمص يديه في لحم الخنزير ودمه حسنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا مليح حدثه قال كنا مع بريدة في غزوة في يومين ذي جيمين فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله حتى ناسحاق بن يوسف أخبرنا أبو فلانة كذا قال أبي لم يسمه على عمد وحدثناه غيره فسماه يعني أبا حنيفة عن علق متاب بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أتاه اذهب فإن ادى على الخير كفاعله حتى ناوكيع حدثنا الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبن بريدة عن أبيه أنه مر على مجلس وهم يتناولون من علي فوقف عليهم فقال إنه قد كان في نفسي على علي شيء وكان خالد بن الوليد كذلك فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في صرية عليها علي وأصبن سبيا قال فأخذ علي جارية من الخموس لنفسه فقال خالد بن الوليد دونك قال فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم جعت أحدثوه بما كان ثم قلت إن علي أخذ جارية من الخموس قال وكنت رجلا مكبابا قال فرفعت رأسي فإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير فقال من كنت وليه فعلي وليه حدنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن علق متاب بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصل الصلوات بوضوء واحد فقال له عمرو يا رسول الله إنك فعدت شيئا لم تكن تفعله قال إني عمدا فعدت يا عمرو حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن علق متاب بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو صرية أو الصاهو في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى أحد ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى تحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وإنهم أبوا أن يتحولوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين ولا يكونوا لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهلا حص فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمم أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أبائكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإن حاصرت أهلا حص فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله الله فيهم أم لا قال عبد الرحمن هذا أو نحوه حثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قال حدثنا عوف عن ميموء أبي عبد الله قال روح الكردي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة الأسلمي قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصن أهل خيبر أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء عمر بن الخطاب ونهضى معه من نهضى من المسلمين فلقوا أهل خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعطين اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما كان الغد دعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه اللواء ونهضى الناس معه فلقي أهل خيبر وإذا مرحب يرتجز بين أيديهم وهو يقول لقد علمت خيبر أن مرحب شاكي السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحنا أضرب أضرب إذا أليوث أقبل التلهب قال فاختلفه وعلي ضربتين فضربه على هامته حتى عض السيف منها بأضراسه وسامع أهل العسكر صوت ضربته قال وما تتام آخر الناس مع علي حتى فتح له ولهم حثنى أبن نمير حدثنا عبد الله بن عطاء عن أبن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية فقالا قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت فإنه كان على أمي صوم شهر أفأصوم عنها قال نعم قالت فإن أمي لم تحج أفأحج عنها قال حجي عن أمك حنا زيد بن الحباب أخبرني مالك بن مغول حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد فأخذ بيدي فدخلت معه فإذا رجل يقرأ ويصلي قال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود وإذا هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري قال قلت يا رسول الله فأخبره قال فأخبرته فقالا لم تزلي صديقا حسن يحيى بن واضح وهو أبو تميلة عن عبد الله بن مسلمين عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتما من ذهب فقال مالاك ولحلي أهل الجنة قال فجاء وقد لبس خاتما من صفر فقال أجد من كريح أهل الأصنام قال فمما أتخذه يا رسول الله قال من فضة حدثنا روح حدثنا علي بن سويدي بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالدي بن الوليد ليقسم الخمس وقال روح مرة ليقبض الخمس قال فأصبح علي ورأسه يقطر قال فقال خالد لبريدة ألا ترى إلى ما يصنع هذا لما صنع علي قال وكنت أبغد عليا قال فقال يا بريدة أتبغد عليا قال قلت نعم قال فلا تبغده قال روح مرة فأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك حدثنا روح حدثنا علي بن سويدي بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالدي بن الوليد ليقسم الخمس وقال روح مرة ليقبض الخمس قال فأصبح علي ورأسه يقطر قال فقال خالد لبريدة ألا ترى إلى ما يصنع هذا لما صنع علي قال وكنت أبغد عليا قال فقال يا بريدة أتبغد عليا قال قلت نعم قال فلا تبغده قال روح مرة فأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك حثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل في كل يومين بصدقة قال ومن يطيق ذلك يا رسول الله قال النخاعة تراها في المسجد فتدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر فركعة الضحة تجزئك حسنا حسين بن محمد حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي جناب عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غز غزوة الفتح فخرج يمشي إلى القبور حتى إذا أتى إلى أدنى جلس إليه كأنه يكلم إنسانا جالسا يبكي قال فاستقبله عمر بن الخطاب فقال ما يبكيك جعلني الله فدائك قال سألت ربي عز وجل أن يأذن لي في زيارة قبر أم محمد فأذن لي فسألته أن يأذن لي فأستغفر لها فأبى إني كنت نهيتكم عن ثلاثة أشياء عن لحوم الأضاحي أن تمسكوا بعد ثلاثة أيامين فكلوا ما بدلكم وعن زيارة القبور فمن شاء فليزر فليزر فقد أذن لي في زيارة قبر أم محمد ومن شاء فليدعوى عن الظروف تشربون فيها الدباء والحنطمة والمزفة وأمرتكم بظروف وإن الوعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه فاجتنبوا كل مسكر حسنا محمد بن حميد أبو سفيانا عن سفيانا عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم للاحقون أنتم لنا فراط ونحن لكم تبع فنسأل الله لنا ولكم العافية حسنا علي بن الحسن وهو أبن شقيق حدثنا الحسين بن واقد حدثنا أبن بريدة عن أبيه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقالا يا بلال بما سبقتني إلى الجنة إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر من ذهب مربع فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من أمة محمد قلت فأنا محمد لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب رشي لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قطو إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قطو إلا توضأت عندها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا حثنا وكيع عن مالك بن مثول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوءا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعيا به أجاب حسنا حرامي بن عمار تحدثني ثواب بن عطبة المهري حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل وإذا كان يوم النحر لم يأكل حتى يذبح حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نظرة عن عبد الله بن مولة عن بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب حدثنا عبد الله بن الوليد ومؤمل قال حدثنا صفيان حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن أعرابيا قال في المسجد من دعا للجمل الأحمر بعد الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدته لا وجدته لا وجدته إنما بنيت هذه البيوت قال مؤمل هذه المسجد لما بنيت له حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مليح بن أسامة عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر متعمدا أحبط الله عمله حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد وأبو داود حدثنا المثنى بن سعيد يعني الضباعية عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه عاد أخا له فرأى جبينه يعرق فقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يموت بعرق الجبين حان يحيى بن سعيد عن هشامين وإسماعيل أخبرنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يومين ذي غيمين قال بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله حدثنا وكيع حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة حدثنا وكيع حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يجيئني يوم القيامة كأنهما غمامتاني أو كأنهما غييتاني أو كأنهما فرقاني من طير صواه فيحاجاني وقال وكيع مرة يجادلاني عن صاحبهما حسنا وكيع حدثنا سعيد بن سيناء وهو أبو سيناء عن علق متابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال من دعا للجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له حسنا وكيع حدثنا أبو جناب عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا حسنا وكيع حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن بريدة الأسلامي قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه حسنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني تصدقت على أم بجارية وإنها ماتت فقال آجرك الله ورد عليك المراثة حسنا وكيع حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة قال كنا معه في غزات قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله حسنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأن مغمس يده في لحم خنزير ودمه حسنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت وليه فعلي وليه حسنا علي بن الحسن وهو أبن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقا عن الحسن والحسين رضي الله عنهما حسنا علي بن عقا عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحساب أهل الدنيا هذا المال حسنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا زائدة حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبن بريدة عن أبيه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقالت عائشة يا رسول الله إن أبي رجل رقيق فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فإن كنا صواحبات يوسف فأما أبو بكر الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا ضرار أبو سناء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة عشرون ومائة صف وهذه الأمة من ذلك ثمانون صفا